اشتركوا في القناة فالستريم اللي كان يبثوا اللي هو برايم تايم 214 او 213 فتقدر تدخل اليوتيوب وتكتب ستولكر مود وراح تطلع لك او ريطلع لك الفيديو حق ستولكر مثل ما تشوفون ريبيكا وميغان يلعبون بشخصية ستولكر يطاق تقمون عن الناس فلو تلاحظون على كل كوكب شي رقم هذا رقم من الاشخاص اللي موجدين في كل كوكب ولو تلاحظون بعد ان كل المشينات مش موضحة في كل كوكب ليش لانا ما فيها اي حد فانت تقدر بس تجون على الاشخاص اللي موجودين حاليا اللي عليهم علامة ستولكر وانت في المشن يمضيك تذبح الوحوش مثلا اذا دخلت السورفيفل على اي شخص وهو جارس يلعب سورفيفل يمضيك تستخدم اللايف سبورت ليزيد للحياة او الاكسجين في المكان اذا دخلت عليهم في الاكسكافيشن يمضيك تكسر اللي هما جالسين يعدلون فيه او يبنونه عشان يحصلون الكريوتك يعني في نفس الوقت يمضيك تخرب ويمضيك تساعد لكن أسلحة ستولكر أو الابلتي حق الستولكر مش مبينة في الستريم اللي هم الجالسين يلعبون فيه حاليا لو تركزون على الابلتي على شكل مربعات مثل ما تشوفون مربعات ما يبين الابلتي لكن احنا عارفين ان الستولكر يومي يدخل علينا عنده ابلتي يقدر يستخدمها لكن في الستريم ما استعملوا الابلتي لكن اللي يوضحون هي ان يقدروا يكتلون الوحوش يساعدونك يقدر يخربون عليك أسلحة ستولكر معدلة يعني الكريتكال تشانس فيه تقريبا 200% 200 وشي أو 100 وفوق 50% 160-170 تقريبا وأسلحة ستولكر معدلة ضد الوحوش وشفناهم شفنا الدميج يوصل 10-020-1000 وضد التينو أو الورفريم اللي انت راح تقتلهم نفس الشيء راح يكون الدميج عالي معاك فبس هذا هو طور ستولكر أتمنى أنه ينزل قريبا لكن فيه عيوب يعني ماهلا إذا حد من أصحابك حاب أن يطلع اللمعة اللي هو البودي سموك راح أنت تدخل طور ستولكر وتدخل عليه وتتخلي هو يذباحك وترجع المرثان يتسويه ويحصل اللمعة ويحصل أسلحة ستولكر فهذا عيوب من عيوب المود هذا إلا باستثناء إذا عدلوا على الشيء هذا أنه ما يمديك تدخل على أي حد من أصحابك لأكثر من مرة في يوم واحد ماعرف صراحة يعني هم كنسلوا الفكرة لكن رجعوا مرة ثانية قالوا أنه راح يطبقوها فتمنى أنه يعني راح يكون فيه شيء جديد أنك تسويه ففي البث كل ما يكتلونهم يطيح ريوورد أو جائزة من ستولكر فأتمنى أنه يعدلون من الشيء هذا عشان يعني أحنا تعبنا عشان نحصل لمعة الستولكر فمش بالسهولة هذه أي واحد يدخل على صاحبه عشان بس يعطيه البودي سموك وبس أتمنى أن أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك والنشر ومع السلامة